التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة مجازل أهم الأخبار من عاصمة الخبر أهلا بكم يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات في أوكرانيا وأكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الدول 27 لن يناقش فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الاجتماع كما أكدنا الأولوية الآن هي تقديم المساعدات لأوكرانيا أكد رئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي أن توريد عشرات الدبابات إلى أوكرانيا ليه يغير الوضع بشكل جذري وقال زيلانسكي في مقابلة تلفزيونية أن توريد الدبابات يزيد فقط من تحفيز وحماس القوات الأوكرانية أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا حدث إطلاق النار في كاليفورنيا الذي راح ضحيته عشرة أشخاص وأعلنت الشرطة الأمريكية العثور على جثة المشتبه به في شاحنة في مدينة مونتري بارك في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وقالت الشرطة أن منفذ إطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا أطلق النار على نفسه وأكدت الشرطة أن منفذ الهجوم المنتحر من أصول أسيوية وعمره 72 عاما كما أعلنت العثور على سلاح الجريمة بالقرب من جثة القاتل في الشاحنة توقع رئيس البنك الدولي ديفيد ملبس انخفاض النمو الاقتصادي العالمي في الفترة ما بين عامي 2023 و2024 بسبب استمرار التضخم وانخفاض الاستثمار وأعرب ملبس عن اعتقادي بأن التباطئ سيكون طويل الأمد داعيا دول العالم إلى انفاق أموالها بشكل أكثر ترشيدا قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم أن رئيس الوزراء محمد شيع سوداني أعفى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناء على طلبه كما كلف رئيس الوزراء علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة صلاطة وسائل الأعلم البريطانية الضوء على تضرر الأشخاص ذوي الإعاقة من أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة حيث أظهرت أبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة وظروف مزمنة يعانون من ارتفاع فواتير الطاقة ما يؤثر على مصروفاتهم على الغذاء بالإضافة إلى إجبارهم على الحد من طلق المساعدات والمعدة الطبية الكهربائية الحيوية كثيفة الاستخدام للطاقة ما يعرض صحتهم للخطر يواجه المنتخب المصري لكرة الياد نظيره الديناماركية اليوم الاثنين في ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم بالسويد وولندا 2013 ويبحث الفراعين عن الفوز لحسم صدارة المجموعة واستطاع منتخب مصر تحقيق الفوز على نظيره البحراني بنتيجة 26 مقابل 22 في ثاني مباريات الدولة الرئيسي ليضمن التأهل لربع نهائية كما تقام اليوم عدة مباريات أبرزها البحرين أمام كرواتيا وقطر ضد الأرجنتين وألمانيا مع النرويج كان هذا ختام الموجز لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستجرام ويوتيوب أيضا يمكنكم متابعة القاهرة الأخبارية على تردد 11747 Vertical يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الأخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء هنا العاهرة عاصمة الخبر نواصل باقي فقرات صباح جديد